انتقي رئيس التركي رجب طيب أردوغان في القصر الرئاسي في العاصمة أنقرة رئيس المشلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج ومن المرتقب أن يبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل حل الأزمة السياسية في ليبيا وتوطيد الاستقرار هناك وكان إردوغان قد انتقى السراج في تشرين الثاني نوفمبر الماضي في مدينة إسطنبول من إسطنبول ينضم إلينا مراسلنا عدنان جان عدنان ما الذي يتوقع أن يتحاور بشأنه إردوغان وفايز السراج هل هناك خطة تركية مثلا لمحاولة وضعها على الأرض أم هو التنسيق ومشاورات روتينية نضال كان من المتوقع أن يبدأ هذا اللقاء قبل نحو ساعة ونصف من الآن لكن حتى هذه اللحظة اللقاء بين أردوغان ورئيس المجلس الرئاسي الانتقالي الليبي فايز السراج لم يبدأ في العاصمة التركية أنقرة وذلك بسبب انعقاد اجتماع مجلس الأمن القومي التركي حتى هذه اللحظة الذي لم ينتهي بعد من المرتقب أن يتناقش الجانبين حول عدد من القضايا أولها هو التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين أيضا تركيا تسعى من خلال توطيط علاقاتها مع الجانب الليبي لفتح المجال أكثر للشركات التركية للعمل داخل الأراضي الليبية بعد تعرضها في الفترات السابقة لبعض الهجمات مما دفعها إلى انسحابها من هناك هذه العلاقات بين البلدين تحاول تركيا من خلالها تعزيز وجودها الاقتصادي والتجاري في ليبيا لا سيما أنها إحدى الدول الداعمة لحكومة طرابلوس طبعا كان هناك أيضا لقاء جمع السراج بأردوغان في تشرين الثاني نوفمبر الماضي هنا في مدينة إسطنبول حيث عقد الجانبان لقاء أيضا تطرقا فيه إلى العلاقات الثنائية بين البلدين طبعا تركيا هي من الدول التي تعتبر ليبيا من أهم الدول الحليفة لها أو الشريكة لها اقتصاديا وبعد انهيار نظام معامل القذافي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أرسل مبعوثا خاصا له إلى ليبيا لمواصلة المحادثات والنقاشات بين أنقرة وطرابلوس حول إمكانية تعزيز هذه العلاقات أيضا مع نهاية العام الماضي كان هناك زيارة هامة أجرها الوزير الخارجية التركي مولود شاوشولو إلى ليبيا والتقى فيها عدد من المسؤولين الليبيين هناك وتم التوصل إلى بعض التفاهمات التجارية والاقتصادية هناك لكن ربما تركيا من خلال تقديمها الدعم للجانب الليبي تحاول التوطيل والتعزيز الاستقرار في ذاك البلد ربما تمهيدا للدخول بتعاون اقتصادي وتجاري أكبر في المستقبل شكرا جزيلا لك عدنان جان مرسلنا من اسطنبول